والآن مشاهدين إلى أقبار الرياضة مع زميل رياض حمروني مرحبا رياض رحبا يا قبيل واتحي طيب لكيفة مشاهدي قناة حنباء على أقبار رياض البداية بتحذيرات المتخب الوطني التونسي لكان الكاميرون حيث تقرر إلغاء المباراة الودي التي كان سيأخذها المتخب الوطني يوم الجمعة القادم في الكاميرون أمام منتخب سيراليون في إيطال استعدادات لنهاية كأسهم من أفريقيا وذلك بسبب المخاوف من الارتفاع عن تشار فيروس كورونا بدولة الكاميرون كما قررت الجامعة التونسية لكورة القادم تأجيل موعد الصفر إلى الكاميرون إلى يوم السبت القادم بعد أن كان مقرر غدلنا الخميس وتجدر الإشارة لأن رحلة المتخب سيتخلف عنها سيف الدين الجزيرة الذي سيبقى في الحجر الصحي بتونس لحين تعافيه من كورونا نفس الشيء بالنسبة للقائد يوسف المساكل الذي يخذ على الحجر الصحي في منزله بقطر كما سيغيب عن المنتخب الوطني المهاجم في راس بالعرب الذي تعرض إلى أي سابعة والأمس الأثنين في الإمارات وتم تعويضها رسميا بالمهاجم عصام أجبالي ونبقى مع تدعيات فيروس كورونا على منتخبات المشاركة في اللاكان حيث أعلن المنتخب السينيغالي لكورة القادم عن اكتشاف ثلاثة حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين وهم ساليوة سيسي لومان داي والحبيب ديالو بالإضافة إلى حالات أخرى مشتبهة بها مشيرا إلى أن المصابين سيخضعون إلى الحجر الصحي وسيأخذ المنتخب السينيغالي منافسات الكام في المجموعة الثانية إلى جارة متخبات زيمبابيو وغينيا والملاوي ولم يسبق المتخب السينيغالي التتويج بلقبه من مفريقي رغم بولوغه مرتين النهائي عامي 2002 ضد كاميرون و2019 ضد المنتخب الجزائري ونواصل مع تحضيرات المنتخبات لكأن الكاميرون حيث فاز منذ قليل المنتخب الجزائري ودين على المنتخب الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل سفر ليرفع المنتخب الجزائري رصيدة إلى 34 مباراة متتالية دون هزيمة تحت قيادة المدرب جمال بالماضي وجاءت ثلاثية الخضر عن طريق كل من آدم والناس وسلام سليماني والمدافع الغاني بالخطأ في مرميه وسيلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة الخامسة مع كل من الكود ديفوار غيني الاستوائية ومنتخب السيراليون عالميا نعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن القائم النهائي المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن 2021 وذلك قبل نحو أسبوعين من الأعنان الرسمي عن الفائز وضمت القائمة النهائية كل من الحارس الإيطالي دونا روما والحارس السينيغالي لنادي تشيلسي دوارد مندي والحارس الألماني لبايرن ميونخ مانييل نير إلى أنجلترا الآن حيث أعلنت رابط الأندية الأنجليزية عن تأجيل مباراة نصف نهائي كأسر رابطة بين أرسولان وليفربول وجاء تأجيل مباراة بناء على طلب تقدم به نادي ليفربول لرابط الأندية الأنجليزية أمس الثلاثاء في ظل إصابة عدد من لعبي بفيروس كورونا إضافة إلى مدربه الألماني يورغون كلوب ومساعدة بيب لايندارس ومن أنجلترا إلى إسبانيا حيث أعلن نادي برشلونة رسميا تسجيل المخضرم دانيا ألفز في رابطة الدورة الإسبانية لكرة القدم وبالتالي جاهزيته لخوض مباراة الليلة أمام لينارس في كأس ملك إسبانيا وتوصل نادي برشلونة في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي الاتفاق مع ألفز يعود بمجبه الظاهر الأيمن البرازيلي لسفوف الفريق الكاتلوني في صفقة انتقال مجاني لنهاية الموسم بعد فصخ عقده مع ناديه السابق ساوباولو البرازيلي هذا ما لدينا اليوم من أخبار رياضية عودينيك شكرا لك رياض إذن مشاهدين الكرام بإمكانكم عادة متابعة هذه النشرة ونشرة السابقة عبر موقعنا الإلكترونية أو عبر صفحتنا على الفيسبوك أو اليوتيوب